أهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم الجماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية كل سنة وإنتوا طيبين وشهر مبارك علينا وعليكم إن شاء الله رجعت لكم بعد انقطاع طويل جدا بسلسلة القصة السلسلة اللي نتكلم فيها عن قصص الممثلين والممثلات وعن أهم أعمالهم وبعض من تفاصيل حياتهم وبطلنا لهذا اليوم راح يكون النجم العالمي والكبير جدا صاحب الصوت العميق والجهوري الرائع جدا الحائز على جائزة الأوسكر وصاحب الخمسة وثمانين سنة واللي يملك ثروة وصلت إلى مئتين وخمسين مليون دولار أمريكي مورغين فريمن ولأني متأكد إن وقتك ثمين عزيزي الوجيه وما زال الفطور في بطنك باقي من هضم ما راح طول عليك بالمقدمة ولكن اسمح لي أذكرك بدعم القناة بزر اللايك لو عجبك الفيديو واشترك في القناة لو ما كنتم مشترك وفعل جرس التنبيهات على طريقك وتعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وكمان تويتش وقناة الألعاب والميمز كل الأشياء هذه اللي قلتها موجودة في صندوق الوصف غير كذا أربط لحزامك ويا الله بينا مورغين فريمن أو مورغين بورتر فيلد فريمن وهو ممثل أمريكي من أصول أفريقية ولد مورغين فريمن يا جماعة سنة 1937 وبالتحديد في شهر يونيو وأما الولاية اللي تولد فيها فهي ولاية تنسي الأمريكية ولكنه كمان عاش جزء كبير من حياته في ولاية ميسيسيبي هذه الولاية جماعة أو ولاية ميسيسيبي تحمل تاريخ تعيس ومظلم جدا ومأساوي معظم مشاكل العبودية والعنف اللي واجهها أصحاب البشر السوداء كانت هنا بل إنه أجداده كانوا من العبيد اللي عاشوا وعانوا في زمن العبودية لسوء حظهم وأما أسلاف مورغين فريمن أو أصوله فهم يرجعون من شعب سونغاي في دولة النيجر وبعض من أسلافه برضو يرجعون من السينيغال وليبيريا أما بالنسبة لأب مورغين فريمن فاسمه برضو مورغين يب الإبن مورغين والأب مورغين صراحة حركات الجانب هذه مو قادرة أفهمها للحين بس أوكي الأب مورغين والإبن مورغين وكان الأب مورغين يشتغل كحلاق أو مصفف شعر وأما بالنسبة لأمه فكان اسمها مامي إدنى وكانت تشتغل كمعلم مورغين فريمن يا جماعة يعتبر هو الأخ الأصغر لثلاثة أخوان أكبر منه ولمورغين فريمن أربعة أبناء والعلى الأشهر أبناء مورغين فريمن هو الإبن الأكبر ألفونسو فريمن واللي قدر أنه يدخل إلى مجال التمثيل بمساعدة أبوه وابن مورغين فريمن أو ألفونسو إلى الآن ما زال يقدم أدوار بسيطة ومتواضعة في عالم السينما وبما أننا تكلمنا عن ابن مورغين فريمن ألفونسو خلوني أحكي لكم قصة قصيرة عنه لو تفتكروني جماعة سنة 1994 في فيلم The Shawshank Redemption مورغين فريمن قدم واحد من أروع وأجمل أدوار وكان له حضور قوي جدا من ناحية الآداء التمثيلي وكمان من ناحية الآداء الصوتي في رواية بعض قصص شاوشنك ولو فاكرين كمان مورغين فريمن دخل استجن في هذا الفيلم وهو شباب أقصد في قصة شاوشنك ردامشن ولكن ظهوره في الفيلم كان بعد سنوات طويلة من دخول شخصية الاستجن وفي أحد المشاهد تقريبا في بداية مشاهد السجن ظهرت صورة يفترض أنه هذه الصورة هي صورة لمورغين فريمن وهو شاب أو أول ما دخل السجن ولكن اللي ما تعرفونه يا جماعة أن الصورة هذه في الواقع ما هي صورة مورغين فريمن إنما صورة ابنه ألفونسو نايسة كيف المعلومة بس حلوة مورغين فريمن يا جماعة عاش حياة معقدة شوية في طفولته ومراهقة لأنه كان يتنقل ما بين ولاية وولاية أول ما طلع من بطن أمه جلس معهم فترة بسيطة وبعدها شحنول عند جدته في ميسي سيبي جدك يا وجيه تقول شحنه؟ أوكي أرسلول عند جدته في ميسي سيبي وتنقل داخل ولاية ميسي سيبي أكثر من مرة ومنها إلى شيكاغو فكانت طفولته ما بين مدينة ومدينة وما استقر إلا بعد ما فرفر مدن وولايات كثيرة وارغين فريمن يا جماعة درس وتعلم وكانت أموره في السليم من الناحية التعليمية وقدر أنه يمثل في المسرح المدرسي وشارك في عدة مسرحيات ومش بس كده كمان دخل في مجال الموسيقى وتعلم الكثير في هذا المجال ولكن أثناء تخرجه وصل إلى مفترق طرق الآدم جاته منحة دراسية في مجال الدراما في جامعة ولاية جاكسون ولكنه رفضها وقرر أنه ينضم إلى القوات الجوية الأمريكية يا ولد دراما تمثيل فلوس مسيرة حلوة وابداية طيبة لك ولكنه رفض وقال لا أبغى أخدم بلدي وانضم بالفعل إلى القوات الجوية الأمريكية وراح تتفاجأون يا جماعة لو أقول لكم أنه مورغين فريمن قدر أنه يحقق إنجازات كثيرة في القوات الجوية الأمريكية في البداية اشتغل في قسم العمليات والرادار وبعدها اشتغل كميكانيكي للطائرات الحربية يب عندك طائرة حربية خربانة كلم مورغين فريمن يزبطها لك وبعد فترة من انضمامه للقوات الجوية تم ترقيته وبعد ما كان مجرد موظف في قسم الرادار والعمليات وبعد ما كان ميكانيكي يصلح الطائرات الحربية تعلم وصار طيار حربي من الدرجة الأولى يب مورغين فريمن يعرف يقود طائرات حربية تخيل فضلا عن أنه لما صار عمره 65 سنة يا جماعة قدر أنه يحصل على رخصة قيادة الطائرات خاصة وحاليا مورغين فريمن يملك حوالي ثلاث طائرات خاصة كان يقودها ويتنقل فيها بنفسه طلعين مشوار مورغين فريمن والعيلة ولكن سواق الطائر الخاص مشغول أو مريض بسيطة مورغين فريمن يحلق بالطائرة بكل احترافية العيب يا مورغين المهم يا جماعة بعد حوالي خمس سنوات من الخدمة العسكرية في القوات الجوية قرر مورغين فريمن أنه يترك هذا المجال ويدخل إلى مجال التمثيل سبق وقلت لكم يا جماعة أنه الولد عنده تجارب في المسرح وعنده القدرة على التمثيل وأموره على العال وبالفعل وتقريبا سنة 1959 انتقل إلى كاليفورنيا وبدأ يدرس الدراما والتمثيل لعل أحد الممثلين تحمس حبتين وقال له اسمعني يا مورغين أنت ممثل كويس جرب كمان تدخل في مجال الرقص أحسك تنفع تكون رقاص ولكن مورغين فريمن قال له تهب هب وركز مورغين فريمن وحط كل جهده في مجال تعلم التمثيل وفي مرحلة ما من حياة مورغين فريمن يا جماعة وأثناء دراسته اشتغل ككاتب على الآلة الكاتبة مش بس كده قدر كمان في مرحلة دراسته أنه يطور طبقات صوته بشكل جدا رهيب ايش بك تحسب أنه صوته رهيب والإذاعي جاء كده من دون تدريب لا ولا تدرب وحسن طبقات صوته في مرحلة ما إلى أن وصل إلى المرحلة الرهيبة اللي نعرفها حاليا وما يحتاج أوصف لكم مدى جمال وروعة صوت هذا الإنسان لأنه كلنا نعرف قديش صوت هذا الإنسان جميل في رواية القصص أو الأفلام أو المشاهد اللي تتطلب صوت رواي في الخلفية غير أن صوته سمح له أنه يشارك في أعمال وثائقية ودعائية كثيرة جدا بل أنه كمان شركات الدعاية والإعلان كانت توظف لأداء الصوت للتسويق لمنتجات أو قصص معين مش بس كده يا جماعة الآدمي هذا اشتغل على نفسه بشكل مجنون لاحقا حصل على الدكتوراه في مجال الأدابة العامة وبعدها كمان أخذ دكتوراه في مجال الأدابة الإنسانية ياب عنده اثنين دكتوراه ومش بس كده كمان درس وتعلم اللغة الفرنسية ويتحدثها الآن بطلاقة وسبق وألقى خطابات باللغة الفرنسية المهم يا جماعة غمس الرجال في التمثيل وحب حبه قدر أنه يحصل على أول دور رسمي له وكان سنة 1964 في فيلم The Pan Broker وبطبيعة الحال دور كان بسيط جدا ولا يكاد يذكر بس مثل ما نقول دائما هذه كانت الخطوة الأولى له في عالم التمثيل الحقيقي أو على الشاشة أو على شاشة السينما مثل ما يقوله ورقين فريمين يا جماعة ما كان ولا عمره كان إنسان متطلب ولا يطلب الكثير دائما كان يحرص إنه يأخذ الأدوار اللي تتناسب وتتوافق معه ونادر جدا ما كان يقدم أدوار يكون هو البطل الرئيسي فيها ممثل مساعد أوكي ولكن ممثل رئيسي ما كان يشغل باله في هذا الجزئية أبدا أهم شيء بالنسبة له إنه الدور اللي يقدمه يكون مناسب له ويقدر يقدمه على أكمل وجهه بدون أي مشاكل سواء دور بطولي أو ثانوي أو حتى كومبارس فضلا عن إنه الشغل يا جماعة مع مورغين فريمين جدا جدا سهل كثير مخرجين ومنتجين يحبون يشتغلون معه لأنه يستمع أكثر مما يتكلم ما يسبب مشاكل ولا يزعج أحد ولا يكثر كلام في مواقع التصوير ويتميز مورغين فريمين بميزة نادرة جدا عند الممثلين ألا وهي الصبر وتحمل ثقة للعمل الآدم عنده كمية صبر عجيبة ورهيبة في مواقع التصوير مستعد يجلس لأطول فترة ممكنة وما راح تشوفه يشتكي أبدا غير إنه عنده خبرة كبيرة جدا في مجال التمثيل سواء كان المخرج أول مرة يشتغل معه أو كان المخرج سبق ويشتغل معه اعطي الأسطر تبعه أو النص تبعه وبعدها يقدم لك الدور اللي تطلب منه بدون أي مشاكل وبكل قوة وبعد ما يخلص ما يكثر كلام يضرب الباب وسلام عليكم ممثل رائع أمام الشاشة وكمان خلف الشاشة مورغين فريمان يا جماعة تزوج مرتين في حياته وكلها انتهت بالطلاق للأسف ومن يومها وهو يرفض الزواج تماما الزواج في سكة ومورغين فريمان في سكة ثانية تماما قبل فترة يا جماعة وأثناء مشاركة مورغين فريمان في كأس العالم انتشرت شائعات تقول إنه مورغين فريمان اعتنق الإسلام ولكن للأسف الشديد الكلام هذا غير صحيح مورغين فريمان عنده اهتمام كبير جدا في الأديان صحيح ولكنه لا يعتنق أي ديانة على الإطلاق بل إنه مورغين فريمان صنع عمل وثائقي اسمه قصة الله مع مورغين فريمان أو ستوري اوف قود مع مورغين فريمان وثائقي عجيب ومثير للاهتمام صراحة زار فيه مورغين فريمان معظم الدول وتعرف فيها على معظم الأديان الكبيرة في العالم الإسلام اليهودية المسيحية البوذية وغيرها من الأديان الكثيرة ولكن علشان اشبع فضول اكتجاه توجه مورغين فريمان الديني احد اللقاءات سألوه لو في ديانة معينة ممكن تعتنقها يوما ما وش رح تكون وكان جواب مورغين فريمان كالاتي لو فيه ديانة ممكن اعتنقها واحس اني اميل اليها اكثر فراح تكون الديانة الزرادشتية والديانة الزرادشتية هي ديانة ايرانية قديمة وفلسفة دينية اسيوية وكانت الدينة الرسمي للامبراطوريات الاخيمينية والبارثية والساسانية وهي واحدة من اقدم الاديان في العالم والتي لم تنقطع ممارستها الى الان ونسبت هذه الديانة الى مؤسسها زرادشت واللي تعد واحدة من اقدم الديانات التوحيدية في العالم اللي ظهرت في بلاد فارس قبل 3500 سنة ورجعوا سألوه بعدين قالوا له طيب يا مورغين فريمان ايش فائدة الاديان من وجهة نظرك وكان جوابه فيما معناه يعني ان الاديان مجرد اداه لتوحيد الشعوب وتنظيمهم لا اكثر فجوابا على سؤالكم وعلى الاشاعة اللي انتشرت مورغين فريمان للأسف لم يعتنق الاسلام وختاما يا جماعة مورغين فريمان ترشح للأوسكار خمس مرات وفاز فيها مرة واحدة اول ترشيح له كان سنة 1988 عن دوره في فيلم ستريت سمارت وثاني ترشيح له كان سنة 1990 عن دوره في فيلم درايفينغ ميس دايزي وثالث ترشيح له كان سنة 1995 عن دوره الشهير في فيلم شوشينغ ريدمشن ورابع ترشيح له كان سنة 2005 عن دوره في فيلم مليون دولار بيبي وفي هذا الفيلم بالتحديد فاز بجائزة الاوسكار واما اخر ترشيح له كان سنة 2010 عن دوره في فيلم انفكتس وبس والله يا جماعة الى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو كل سنة وانتوا طيبين وشهر مبارك مرة ثانية شاركوني في التعليقات افضل افلام وممثل مورغين فريمان بالنسبة لكم ولا تنسوا الضغط على زر الاعجاب لو اعجبكم الفيديو واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وتعالوا تابعونا للمواقع التواصل الاجتماعي وكمان قناة الالعاب والميمز والقناة الترفيهية وسيرفر الدسكورد كل هالحاجات موجودة في صندوق الوصف شكرا لكم العافية يا جماعة كان معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم